موسيقى اهلا بكم بحلقة النهاردة النهاردة الحلقة مضبوط كما مكتوب في العنوان عن الاتهامات التي تطلع علي سأعمل هذا الفيديو مرة واحدة انا عادة رديت او عملت فيديو شبيه لده مثلا من سنة او سنتين بس انا هعمل دي اخر مرة هعمل فيديو ده وامانة بقى امانة لكل المعجبين والناس اللي بيقدروا على اقل المحتوى اللي انا بقدمهلكو سواء من تحفيز او معلومات فور فري ومعلومات عن كمال اجسام والتمرين يعني مسئولية عليك ان لو انت شفت اي اتهامات عني سواء ككوتش او كلاعب او كاي حاجة تاخد الفيديو ده وترميف وش الشخص اللي بيعمل الاتهام ده فالاسبوع ده انا شفتك يعني وشفت من الفانز عادة لما واحد بيعمل فيديو علي انا انا بمفض يعني بس مش عارف ليه الفترة الاخيرة العملية زيدة شوية مع ان انا اصلا يعني اواخد جنب من السين يعني او شغلي اصلا خلاص دخلنا في حاجة تانية لو انت بتتابعني على الانستجرام دخلت شوية في مجال البورسة وحاجات كده بعيد عن مجال الفتنس اصلا يعني بس لسه طبعا الشغلي الرئيسي او دلوقتي يعني ممكن يبقى جنب شغلي الرئيسي لسه الكوتشنج في طنعت شوية اتهامات على الكوتشنج وان انا بعمل مثلا كل اللعيبة بدلهم هرمونات كتير ومش عارف ايه بص يا سيدي الموضوع يجب يوقف لان مفيش داعي انك تقارن نفسك بيا ومفيش اصلا داعي ان انت تنتقد كوتش تاني لان في زبين او عملاء او ناس عايزة كوتشنج كتير لنا كلنا في سمك كتير قوي في البحر بس انت او انتو لكل شوية واحد بيطلع لي فيديو مصممين انو انتو تحاولوا وتوقعوني سأقوم باقرار فيديو مراحضة بس الموضوع ده ليس سيحصل والله العظيم بتضيع وقتك بتضيع وقتك ودي يا جماعة درس حتى لكل الناس اللي مش تبع الموضوع ده واحد الرقم 1 أنت تبني اكبر عمارة في المدينة رقم 1 انت تبني اكبر عمارة في المدينة vain محتاج شغل، محتاج إجهاد، محتاج إتقان عمل، محتاج تكون أمين في شغلك محتاج تأخذ وقت موضوع صعب ولكن تتعمل تقرر أن تبني أطول عمارة في المدينة الطريقة الثانية أن تبني عمارة تعبانة أو عمارة عادية متوسطة وتهدم كل العمارة التي في المدينة التي غيرك المشكلة في هذا الموضوع ليس غرور وهو إحصائيات وحواريكم الأرقام أنا برج خليفة في الشرق الأوسط وممكن أيضاً طب تن في العالم برج خليفة ليس سيقع ولا سيتأثر ولا سيحصل له أي شيء حواريكم إحنا دوروبوليك نوتريشن إنكوربوريتند شركة كاملة وأنا الكوتش الرئيسي اللي بيصمم كل البروغرامز عندنا كم عميل في السنة؟ الآن دعونا نفهم هناك أربع طرق دفع دفع في بي بال في سترايب الذي هو كريدت كارد كارتي فيزا أو ماستر كارد في وسترن يونيون للشباب الذين في مصر وفي تحويل بنك للشباب الذين في كندا عادة البي بال والسترايب هو الانترناشن دعونا نرى الانترناشن هذا البي بال ليس لديكم الدخل طبعا ولا أجد هذا البي بال تقريبا ألفين عميل في سنة واحدة ألفين عميل من بي بال نأخذ سترايب هو الكريدت كارد ألف عميل تقريبا ألف عميل يعني نتكلم لو هنجمع الأربع مع وسترن يونيون مع اللي في كندا بنتكلم في تقريبا خمس تلاف عميل في السنة في السنة اللي بيقولوا علي درة الفاشل كوتش فاشل كوتش تعبان الناس مش مبسوطة ده بيعمل كوبي بيست خمس تلاف عميل في السنة انت يالي بتنتقدني يوم ما ايه تبير يعني يوم ما اتقرر ان انت تروح تتجوز وتخطب تعمل لك مثلا اربعين في السنة عميل جديد خمس تلاف في السنة مش بتكلم في حياتي كلها مش بتكلم في التسع سنين اللي فاتت في السنة اللي فاتت وسنة كوفد وسنة ما دخلتش فيها بطولات يعني سنة بطيقة مش هوريك السنين اللي فاتت مش محتاج مش عايز خمس تلاف عميل والبروجرامز غالية يعني مش مجرد اللي هو بودلار يعني الواحد اللي قبل ما يشتري بروجرام لازم يروح يسأل لازم يروح يسأل هو الدره ده البروجرامز بتاعته كويسة ولا الظروف وبتلاقي نفس الرد بروجرام دره غير حياتي طيب أنا يمكن بهجس يمكن يا سيدي الخمس تلاف دول واحد من كل مدينة حوالين العالم كله جات كفتة كده صدفة خلينا نشوف يا سيدي الديسبيوت ريت الديسبيوت ريت لما انت بتستخدم باي بال أو استرايب دي حاجات سيف وانا بستخدمها قاصد لان حاجات سيف العميل ممكن يبقى واثق ان فلوسه مش هتضيع يعني لو اخدوا البروجرام وفي مشكلة واثبت ان في مشكلة بطبعا ورق وحاجات يعني يجب يقدم لبي بال يقول له مثلا البروجرام ده بص كوبي بيست ويبعت لبي بال الكلام ده غير اصلا هو ده ما بيحصلش بس يا سيدي نفترض ان حصل ببي بال بيرجع له فلوسه بس عادة لما حد بيشتكي انا بحلله المشكلة دي بس خلينا نشوف كام واحد بيشتكي يا سيدي يمكن الخمس تلاف واحد بيشتكوا وانا فعلا تعبقان وفاشل زي ما الناس بتقول خلينا نشوف 0.789% تحت الواحد في المية تحت الواحد في المية مش مبسوط في البروجرامز بتاعته انت عارف المطاعم المطاعم التوب 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 بياخدوا اربعة ونص من خمسة ريتنج يعني تسعين في المية يعني عشرة في المية ما بيكونوش مبسوطين وده التوب ده التوب التوب يعني في المطاعم فاي حاجة على امازون لما تلاقي ريتنج يعني بيبقى الامازون حاطتلك بس سيلر بيبقى اربعة ونص من عشرة واحد في المية واحد يعني تسع وتسعين في المية اكتر كمان ناس متكيفة اللي بيعمل ديسبيوت يعني البروجرام ما عجبوش يا سيدي المشكلة ايه؟ المشكلة انه واحد في المية من خمسة تلافة خمسين فلما خمسين اقول مثلا منهم خمسة وعشرين عصبيين مثلا ومش عايزين حتى نحللهم المشكلة بتاعتهم نشوف المشكلة ايه؟ بالطريقة البروجرام بيتعمل لما بيجي المعلومات انا بأسس البروجرام الدايت الكالوريز السبليمتس لو واحد طلب كورسو هرمون عشان داخل بوتورات او اي امكان مع ان انا بنصح ضد الموضوع ده بس لو داخل بوتورات وعايز بس ما تدين له هو عاوزه وبقول له يعمل ايه؟ مكملات دايت التمرين في ناس دلوقتي عشان كوفيد بنصمم لهم تمرين في المنزل بعد ما عمل لهم كل الكلام ده بينزل البروجرام لمدير يعني اللي التحتية ده بيعمل ريفيو لكل اللي انا عمله بيتأكد ان كل حاجة مظبوطة مفيش ايه غلطات بيتعمل كذا 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 بيروح نازل تاني لشخص اخر يتأكد ان المعلومات مظبوطة ليه؟ لان ساعات عم اخوك اخوك الكبير بص لبست نظاره هو بدأ تكبر في السن عند 34 سنة ساعات لما بشتغل 12 ساعة في اليوم والدنيا بتبقى مثلا الساعة 2 بالليل وبيبقى اخر بروجرام مثلا في اليوم بقرى مثلا بدل مقرى طول الشخص 189 بقراها 169 نظري ضعيف بقى سامحني سامحني فلما يبقى طوله طويل ووزنه كتير سامحني فأفتكر انه هو واحد معنا في الصور مش بان بس بحسبها كواحد على طوله فبديله كالوريز او ماكروز مختلفة والبروتين يختلف عن الكاربز الكاربز بتبقى قليلة مش عالي ايه؟ فالبروجرام كله لما يجي يوصل بقى للشخص التالت لا ستوب يا جماعة ستوب ده الهيط بتاعه مش مظبوط الهيط بتاعه الحقيقي الطول بتاعه الحقيقي 189 اذهب طالع لي ثاني وانا باضطر اعمل البروجرام من اول وجديد وده لم البروجرام بتتأخر عن ثلاث اسابيع البروجرام دلوقتي بقى ياخد مش اسبوعين زي زمان ثلاث اسابيع لانا ساعاتك في تقريبا خمسين او مئة واحد قبلك في انتظار وما قدرش اعمل اي حاجة على الموضوع ده فطبعا ساعات لما الناس بتستنى بعد الثلاث اسابيع لسه ما جلاش في البروجرام بتتنرفز وطبعا متخش عندك وانتظار الخلاصة ما تقارنش نفسك باية بليز صدقني صدقني انا عندي مشاكل شخصية والله العظيمة يعني بص كل واحد عنده مشاكل زي زيك يمكن واحد مشاكل وفلوس يا سيد انا مشاكل حاجة تانية كل واحد عنده مشاكل والفيديوهات دي بتتعب النفس المشكلة انه بتطلع بس من مصر المدربين اللي في مصر المدربين اللي في مصر يا سيدي انا عامل فيديوهات مع ناس عرب تانين مع خليج ومع حتى واحد مصري بس عايش وعملين فيديوهات مع بعض يوتيوب وهم كمان كوتشز يعني بدعم الناس اللي بينفسوا معايا بندعم بعض بندعم بعض خد ودي خد ودي لان فيه سمك كتير في البحر يا حبيبي فيه سمك كتير في البحر انت مش بحتاج تحاول ان انت تقول عليك كذا تقول عليك كذا عشان تلم شوية مدرب مش هيحصل اي حاجة والله العظيم ما هيفرق والله ما هيفرق خمس تلاف كلينت وكلهم 99% مبسوطين هتعمل ايه؟ بتضيع وقتك والله بتضيع وقتك مش محتاج والله العظيم ما محتاج أنا مش بنافس معاك مش بنافس معاك لان الموضوع بعيد جدا بطل تحاول تهدم فيه موضوع مش هينفع يا سيدي حتى لو جبت خمسة مش مبسوطين من اللي عملوا اونلاين معايا هايبوا لسه في الواحد في المية واحد في المية عايز تعمل زي مر في اللي انا مريت فيه سافر سيب اهلك سيب صحابك مر في طلاء واشتغل 12 ل 18 ساعة في اليوم لمدة 11 سنة لمدة 11 سنة ده غير ايه؟ غير الاربع سنين من الاولانية اللي انت بديهم من مصر يعني 15 سنة اعمل كده اعمل كده والله العظيم هتوصل مفيش مرة في حياتي مرة في حياتي مرة في حياتي جبت تفسيرة مدرد تاني نيفر نيفر لان مش محتاج وغلط اصلا غلط شغل رخيص شغل رخيص ممكن مثلا اعمل فيديو ليه مش عارف مين كسب على مين ليه رامي خسر لفيلهيث اول مرة لا رامي جي جامد جدا الورداني مثلا هننفس مع بعض انا احسن مني عشان كذا كذا حاجات بقى افهم بس ان انا ادخل على شغل واحد تاني ما اعملهاش ده شغل رخيص والله شغل رخيص ومش هينفعك بتبقى دعاية لي على فكر بتبقى دعاية لي هتقول لي انت زعلان ليه بهم دعاية لك الواحد يتعب كل شوية وامي على السوشال ميديا بقى حبيبي ليه بيقولوا عليه كده يا ماما مفيش حاجة يا ماما بس بيقولوا ان انت مش عارف عملت ايه وانت بتبيع هرمونات يا ابني يا ستي مفيش حاجة والله فالعملية بتبقى متعبة فالواحد قريدي فيه شغل كتير فيه ضغط كتير فيه حاجات شخصية كتير يا ابني ارحموا نفسك يا عم ارحموا نفسك وارحمنا انا معاك الدعاية كانت ضعيفة اساسا السندي لانه مفيش بطولات وقفت بطولات اساسا مش ضغط بطولات تانية لانه مش محتاج خلينا حافظ على صحيتي وشكلي شكلي حلو للكاميرا وشوية دابل باي هنا وهنا اشتا تمنى فهمتوا الفيديو غرضه مش غرور ولا حاجة غرضه ان انت شوف اسلوب او شوف حد تاني خش مثلا في الزمالك مثلا خش حد في جيدتا مثلا جولد جيم مدرب جولد جيم الجيزة خش على مدرب جولد جيم مدينة مصر ما تروحش على الواد اللي في كندا اوكي يا جماح فده فيديو النهاردة للانلين بروغرامز خش على سايت اللي سايت اللي سايته لكم في الدسكريبشن بوكس بتاع الفيديو الفيديو اللي هو مربع وصف الفيديو وسعب لكم اللينك في الكومنت كمان ده الانستجرام بتاعي روح اعملوا فولوك وحنزل لكم حلقة تانية بكرا ان شاء الله متحكة شوية كمان متحرش forget tobear غريبة جدا اقفا شمرة وعملت تانية متحرش Water أي شيء